إصراراً على إحيال الاتفاق النووي المبرمي عام 2015 تستمر طهران بالمضي قدماً في مشوار أنشطتها النووية الورقة النووية لم تنتهي منها مفاوضات الغرب وإيران للوصول إلى اتفاق يضمن تطبيق شروط الغرب وتحقيق آمال إيران العسكرية والاقتصادية على حد سواء العين الغربية التي تقودها أمريكا على وجه الخصوص بمراقبة النشاطات العسكرية الإيرانية وتشديد العقوبات الاقتصادية لم تمنع طهران من مواصلة العمل رغم حوادث غامضة كنفجارات في منشأة نووية في الداخل الإيراني ولم تمنعها أيضاً التصريحات عن قدرتها اللازمة لتصنيع القنبلة النووية التي وصفتها تقارير وكالة الطاقة الذرية بمسألة وقت في يد إيران التصريحات التي أطلقتها الوكالة الذرية تأتي في وقت حساس بالتزامن مع وجود مشروع قرار غربي يوجه اللوم لإيران بعد الإعلان الصاعق للغرب إذن في فيينا ترتفع مؤشرات التأزم من جديد سيما مع إثباتات تؤكد الوكالة الذرية امتلكها حول الكميات الكافية من اليورانيوم في قبضة طهران وكانت مسودة أعدتها الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أظهرت ضغطها من أجل أن يوبخ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على عدم ردها على أسئلة طال انتظارها بشأن أثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة هي ميريوان ورامين وترقوز أباد لكن إيران استبقت جلسة وكالة الطاقة الذرية وتوعدت برد فوري على أي تحرك سياسي من جانب الغربيين محذرة من أي مبادرة غير بناءة وذلك في وقت تتعثر المحادثات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة قضية تصاعد من حدة المواجهة الإيرانية الغربية وقد تعرقل سبل الوصول إلى اتفاق ينهي أزمة عالمية تضرب جهود الاستقرار فهل سيكون العراق بشكل خاص صاحة للرد الإيراني في ظل استمرار الخلافات السياسية؟ ربما ستجيب الأيام المقبلة على هذا السؤال له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر